أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات التاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم وخلال توقيع وثيقة تحديد واتحط الأرض لتنفيذ مشروع عين لإنتاج الكهرباء منطقة الرياح غرب سوهاج بقدرة ثلاثة جيجاوات أشار مدبولي إلى تماشي هدي السياسة مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو اقتصادي مستدامة هذا ومن المتدر أن توفر مزرعة الرياح الجديدة طاقة نظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل في مصر وتسهم في خفض انبعات تاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل